اشتركوا في القناة كان الحديث في انه ما هو موقفنا من الروايات المتعارضة التي وردت في شرطية الاقرار بامامة ائمة اهل البيت في قبول الاعمال وهل ان الايمان بالولاية شرط للدخول الى الجنة او انه ليس كذلك قلنا الروايات متعارضة ومختلفة قرأنا طائفة من الروايات قالت لا ان الايمان بولاية ائمة اهل البيت ليس شرطا للدخول الى الجنة بل بغضهم مانع من الدخول الى الجنة وبينا ذلك مفصلة وهناك طائفة كبيرة من الروايات قالت لا ان الايمان والاقرار بامامتهم وولايتهم شرط للدخول ماذا الى الجنة وبقبول الاعمال ما هو الموقف الجواب قلنا ان الموقف من ذلك كما اسسنا له في كتاب ميزان تصحيح الموروث الروائي هو العرض على القرآن الكريم هذه الروايات لا بد من عرضها ما هو دليلنا على وجوب العرض وضرورة العرض من الناحية العلمية والمنهجية الان انا لا اريد ان ادخل في التفصيل ولكن قلت استشهد بدليلي او بنموذجين من كلمات ائمة اهل البيت من الكتب المعتبرة باسانيد ماذا باسانيد معتبرة الرواية الاولى وقفنا عندها بالامس وهي ما وردت في كتاب اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي في صفحة مائتين واربعين الرواية قرأناها رقم الرواية اربعمائة واحد في صفحة مائتين واربعين قال باعتباري انه كانت هناك روايات كثيرا مدسوسة وموضوعة على الايمن يونس يقول وافيت العراق فوجدت بها قطع من اصحاب الباقر عليه السلام ووجدت اصحاب الصادق عليه السلام متوافرين فسمعت منهم واخذت كتبهم يعني الكتب التي يستنسخونها فيما بينهم ويتداولونها فعرفتها من بعد هذه الكتب التي اخذتها من الشيعة في بغداد يقول في العراق من بعد على ابي الحسن الرضا عليه السلام فانكر منها احاديث كثيرة ان يكون من احاديث ابي عبدالله الصادق عليه السلام اعزائي بودي ان المشاهد الكريم يلتفت فانكر منها احاديث ماذا كثيرة ماذا تفهم من الكثيرة تفهم 10% تفهم 20% تفهم 50% تفهم ما ادري انت كما تفهم الامام الصادق سلام الله عليه يقول في الامام الرضا سلام الله عليه في عصره يقول في بغداد كثير من الروايات المنسوبة يعني الشيعية للروايات السنية الروايات المنسوبة الى الامام الصادق موضوعة موضوعة اختفت احفظ إذن أفتى الإمام الرضا مو أفتى يعني الفتوى عند فقهائنا لا في كلماتهم الفتوى موجودة ما عندنا مشكلة أفتى الإمام الرضا في الكتب المنتشرة بين شيعة الأئمة في العراق أن كثيرا منها موضوعة على لسان الإمام الصادق أيها المنصفون ملاحظة في الحاشية أيها المنصفون يا أهل الدين يا أهل العلم يا أهل التقوى ماذا قلت أنا في قناة الكوثر غير أني قلت أن كثيرا من موروثنا الروائي مولانا موضوع وإسرائيلي لا يمكن الاعتماد هذا النص الإمام سلام الله هل سقد يقول لنا قائلون العلماء بعد ذلك هذبوها لا عزيزي بل أضافوا إليها من الموضوعات وفاتت عليهم من غير أن يلتفتوا أنا لا أدعي أنهم كانوا قاصدين كانوا متعمد وخصوصا في بحار الأنوار إذا أنا كنت أقول في المصادر المعتبر كثير من رواياتنا موضوعا ففي بحار الأنوار أكثره موضوع أكثره مو كثير منه هذا نص الإمام العضا سلامه الله عليه ولكنه هذا كلام موجه إلى أهل العلم موجه إلى أهل التقوى موجه إلى أهل الإنصاف لا موجه إلى العوام إلى الجهل إلى الذين بين وبين الله ينتسبون إلى العلم وهم لا يعرفوا من العلم شيئا ليس كلامي معه أبدا أبدا لهذا قلت أنا في مقدمة هذه الأبحاث قلت حديثي مع أولئك الذين يمكن أن يأتوا بدليل هذا دليل هذه أدلتي طبعا أدلة أخرى موجودة ولكن هذه من الأدلة وقال لي قال الإمام الرضا ليونس وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبا الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله الصادق يعني في الكتب أو في المصنفات الأربعمائة عزيزي أنتوا تقولون بأنه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والكليني هؤلاء اعتمدوا على ماذا؟ على هؤلاء أصحاب أصحاب ماذا؟ أصحاب الأربعمائة مولانا سندوا إلى هذه وهذه كانت متسوسة فلهذا يقول السيد الشهيد الصدري تشكل علم إجمالي عندما تضع يدك على أي رواية في أهم كتاب فضلا عن كتب الأخرى يعني أصول الكافي أول احتمال أنها موضوعة لا تقول لي سند معتبر لأن الذي كان يضع الماتل كان يعرف أن يضع ماذا؟ السند أيضا أعزائي شنو الذي كان يضع هذه الروايات كان من العوام لا من العلماء كان يعرف أن يضع سندا كما يضع ماذا؟ متنا فلا تقبلوا فلا تقبلوا إذن سيدي ابن رسول الله أيها الإمام ما الحل؟ ونحن أيدينا قاصر في عصر الغيبة عن الإمام المعصوم حتى نسأله قال فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة إنا عن الله وعن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا يا بودة عن جمع القرآن والشواهد فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك يعني بخلاف ما قاله القرآن وبخلاف ما ثبت عن رسول الله فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور هذه الحقيقة هي القرآن هذا النور هو القرآن فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان فاضربوا به عرض الجدار فستقول سيدنا يعني الوضع والإسرائيليات والكذب على العمة كان منتشر في عهد الإمام الصادق وعهد الإمام الرضا بهذه الدرجة انظروا إلى رواية معتبرة في صفحة 241 وهي رواية معتبرة السند عن يونس عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله الصادق يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي مو اشتباه أصلا كان ماذا؟ كان قاصدا في تخريب معارف ماذا؟ معارف يعني أنا أتصور واحدا من أهم الطرق لتخريب مدرسة أهل البيت هؤلاء الوضاعين الذين كانوا يضعون ويأخذوا كتب أصحاب الإمام الصادق وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي هذا المغيرة بن سعيد كان عنده مجموعة في أصحاب الإمام الصادق فالكتب التي موجودة بأيدي أصحاب الإمام الصادق يأخذونها يقولون أن نستنسخ منها نسخة إذا تمكن أن تعيرونها يوم أو يومين أو ثلاثة يأخذوها ويأتون بها إلى من؟ إلى المغيرة؟ ابن سعيد فيدفعونها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عندما كان يضع الرواية من الكفر والزندقة والخرافات والسخافات والغلوم وووووو إلى ما شاء الله ولهذا أنا أعتبر أن أكثر هذه الروايات من الخرافات من السخافات من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان من 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 إلى ما شاء الله هذه من وضع هؤلاء الذين كانوا يريدون تخريب مدرسة أهل البيت ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة هذا من المسكين أعطى الكتاب وما يعلم بأنه أضافوا إلى كتابه ماذا؟ ها؟ عشر روايات عشر روايات بأسانيد نفس الأسانيد ماذا؟ المعتبر أعزائي فيبثوا استنسخونها ويوزعونها فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغير بن سعيد في كتبه واضح عزائي؟ لماذا أن منهجي في السنين الأخيرة تغير؟ هذه النصوص المعتبرة وهذه الأدلة العقلية التي تثبت لنا أننا لا يمكن أن نقبل أي رواية إلا إذا كانت موافقة للقواعد القرآنية وللأصول العقلية المعتبرة هذا هو الأصل الذي نسير عليه أما تطبيق ذلك على الروايات المتعارضة في شرطية الإقرار بأئمة أهل البيت وعدم شرطية للدخول إلى الجنة وعدم شرطية ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة والحمد لله رب العالمين